حناخذ سمحي بعد ونخليك اتكمل اهلا وسهلا بك سيبو علي شكرا على قبول الدعم مرحبا بك وتحية لك وتحية لك كريم صديق صديقي منظر بظيفي مرحبا سيبو علي الاتحاد العام تونسي للشغل واكيد وانه يتبع عنك ثب الوضع الاجتماعي اليوم البرح تم امضاء اتفاق مع ديوانة طيران المدني والمطارات تم بمجبول غال اضراب اللي كان مقرر غرة واثنين اوت معناها غدوة ايضا اجتماع كبير للجامعة العامة للمتقاعدين اللي تنضوي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد اليوم يتابع الوضع الاجتماعي فكيف تصيفونه هو فعلا هو الاضراب اللي كان مقرر او باكيرت التنبيه بالاضراب الصادر على جامعة النقل فيما يخص دول الوطن للمطارات هو فيها بعض الامور اللي كانت عالق قديمة قديمة جدا فالبارحة فعلا انه احنا بحثنا على عدم البهاب اكثر من اتفاق باعتبار الوقت سياحة وعودة المهاجرين وعودة توانسي للعرض الوطن فالحمد لله وصلنا الى التطاق والغياء الاضراب وبالمناسبة نشكر كل النقابات وطرف المقابل المحوظ الوحومي وجمعت النقل والاقص الحسنين كي يتوقع تطاقص هذا الوصف بالنقاب وتوصلوا في اخر وقت من النساء لإلغاء الاضراب والحمد لله الامور العادية كمان بالنسبة للمتقاعدين تعرف ان المتقاعدين معهم انهم مش اضراب هم يعملوا في حركات الاجئة هم يخص القانون الجيد وهم يخص الاجور المنها المرتبة تمتاهم او الماندة تمتاهم والنظر الاجتماعي تعرفوه كل سطولة سواء محتقان شوية احنا في فترة متاع فيس تعرف انه فيس يعرف نسبيا هدوء وراحة باعتبار عطلة باعتبار صيف باعتبار عراس باعتبار اصراح باعتبار قدة حاجات ومصائف وإلى الاخره وراعيش معي لاعرف نوع النار هذا معمول به حتى فيها الحال العالم نوع من الهدوء الا في الحالات اللي هي تطرق قارئاتي فالتنجم اللي تأدي الى ولكن الحمد لله هنا وصلنا الى اتفاق من خصصا ديوان مطارا نعم سيبو علي الوضع الاجتماعي اللي يهدى شوية هكا في الصيف بحكم ربما انشغال التوينسة بالبحرات وبالاخلاعة وبالنجاحات وبالافراح وغيره فمشكون قراها على انه ربما الاتحاد العام التونسي للشغل في خضام هذا الكل وفي خضام هالهدوء هذية راجع وتراجع وغير موقفه اللي كان معروف من خلال ربما تمسكه بتغيير الحكومة وعلى راسها رئيسها هذا كل الامور في الاثنية وكل الامور في التحيلة نحن نحقو على الوضع الاجتماعي الوضع الاجتماعي هو اسواء مع الحكومات سواء كان في النظام السابق والاسبق وتولا بعد ربما ترجم فيه هو ديما يعرف فطرة الصيف فطرة من الهدوب كما كنت تفكر سيادتك فطرة افراح ومصائف واخلاعات وإلى خليفة يمر الى هذا والشعب التوسي يتعافوا في الصيف يتهاب بالعراس وبالنجاحات وبالأعياد وبالبحور وبالشطوط وبالصفريات وكذلك لمن اصطدع عليه السبيلة هذا هو الموجود في فطرة الصيف ما بعد الصيف تعاصل العودة تنطلقهم جديد ويشوفوا ماذا ينتظرنا في العودة الجاية إن شاء الله سيكون وضع عادي وإن شاء الله يوقع الاتفاقات خاصة نحن في فترة نتعام مفوضات اجتماعية على كل حال حد الآن ما هو كان مطرح هو دول المطارات والدول المواني والمطارات الحمد لله وصول الاتفاق والوضع عادي وعادي جدا سيبوا عليه معناها اليوم هل انتفت المؤشرات والأسباب اللي بموجبها كان الاتحاد يدعو إلى ضرورة إجراء تحوير شامل يعني يشمل رئيسة للحكومة انت تحكي تحكي في وضع ايه لابد أن تفصل المصارات على بعض لا لا مانيش نحكي على الحركة الاجتماعية تاومشين الفوليم داع المؤشرات والوضع العام اللي بموجبه وضع السياسي الاتحاد كان عنده بوقف عبر عيلي عديد المرات كان ثم إطارات تتناقش معها وحلق فضلتها الإشكاليات والأزامات الطلبة الديد خاصة عن مسؤول السياسي مع سملة بوثيك كرطاج واحد واثنين بان بكشف أن التوافقات صعبة والاتفاقات صعبة والاتحاد في الحالة دي الاتحاد طرق الأمو هذه الأحزاب والحاكمة هي فضل مشكلها في وحدها ونحن الاتحاد عنا ملفاتنا بشتعاملها سواء الحكومة هذه أو حكومة أخرى بشتعاملوا بملفاتنا ونشوفوا نتبعوا الوضع وفقاً للملفات الطرح على الاتحاد خاصة عن الموضوع السياسي ما يغمى أنه عيننا دينا عن وضع دينا الوضع السياسي والأزمات السياسية خاصة دي هذا ضرف وضع أزمة السياسية كبيرة هذا عيننا عليها لابد أن يكون عنا رأي فيها لابد أن يكون عنا تصور فيها هذا لا يعني أننا ضد هذا أو ضد هذا المهم صفة عامة البحث على إخراج فونس من الوضع والأزمة السياسية كيف يكون ذلك؟ أما بالأريات الدستورية أو بالتفاهمات الاتحاد ما لها مدديه ويتفاعل مع كل المقترحات لخروج البلاد من الأزمة السياسية أهلا بك سيبو علي يومك سعيد أهلا بك سيبو علي في الفترة الأخيرة الحقيقة رأينا الحكومة وخاصة الرئيسة كأنه مد يده للاتحاد يحب ينقص منسوب التوتر في العلاقة بين الطرفين رأيناها أمضيته على السميق أمضيته على بعض الانتفاقات رجعت له المفاوضات الاجتماعية وما أدراك من المفاوضات الاجتماعية معناتها هل تسير العلاقة نحو التطبيع بينكم وبين الحكومة على الأقل وهي تستجيب الآن إلى بعض طلبات الاتحاد لا هو المفاوضات الاجتماعية سيمنظر لمشي دهما هكاكا دهما يعني مع الدولة مع حكومة القائمة علاقة بالمخارشات الاجتماعية وحتى بالمسائل القرصائية وهذل مسارات مخصولة ما هو مسار السياسي عنده إطاره وعنده سنيته والمسار الاجتماعي دولنا خاصة على المسائل الاجتماعي لائما أنه نتضار عن حكومة القائمة حتى والاختلاف طبعها ل 색깔ته والمسارات الأخرى كل مساره في سنيته كل مساره لي место كل مساره ومفارداته وتخريشاته السيبو علي الحقيقة فم برشا ناس وانتي نقابي معنات الشيفرونية في المسلة. ما برش الناس يقول لك انه على العمل النقابي انه يتطور اكثر ويواكب التحولات اكثر. ويواكب ما نثلا التحولات خاصة واكب الاقتصاد المتاعا انه احنا نعيش اولان في الاقتصاد الليبرالي. وفي الضغوطات المبارية لالتزامات الدولية. معنات هذا يقول ما برش الناس يعيبوا على المنظمة النقابية انها لحقيقة ما وكبتش برش التحولات ووقفت ديما خط حمراء خط حمراء خط حمراء. سيمون ذا سيمون ذا سيمون ذا سيمون ذا نقوله بكل وضوح. وعلى لقاء الله نحن نحكي للتجربة العشة وعبارت في عدة مؤتمرات في نقابات عارقة وقائة عارقة جدا. البلاد اللي عاصلت النشأة النقابات تقبل الوطن العربي وقبلها العالم السادس كيف عامل السفطة الناس مستعمر ساعدها. اول نقابة يعطيها النقابة المتطورة والنقابة الشدسية صحيحة والنقابة اللي هي اتحضر في الحركة النقابية عالميا في الاتحادة عامة للشغل. خلاف النقبات كانت عندها تاريخ أخضى من الاتحاد العبدالشغل ولكن في البلدنا نحن لا نبي في بلادي هو حتى النبي محمد وقجا في القريش هجوه باش ولا نبي هجوه بقريش عصر ما شهج ذونك اللي يجب تغطى الثناس وهان يتوى في الإذاع النقبات العالمية يحاولوا باش يتصلوا بنا ويحاولوا باش يعرفوا السيفية ولا 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 ما سمياش معذة أما الطريقة اللي تعام بها الاتحاد العبدالشغل يعتبروا أن النقابة الوحيدة المزالت على ضربها ومزالت شدة في الحركة النقابية العالمية في كل النقابات العظامة في فرنسا، في تاربا، في بيجيكا، في ألمانيا والزملائي والأعضاء المكتفين في الأمريكي يتخذوا من النقابة التونسية كمرجع وكتجربة ناجحة على مستوى العمل من النقابة العالم ولكن في تونس يعتبروا أنه كأنها العمل النقابي في تونس في الطوش وهذا الناس لابد أن تعيد قراعة التاريخ وابد أن تدقق مليحة مثلا في الجغرافيا بيش تفهم مليح ما هو الاتحاد وهو الحركة النقابية في تونس هو ربما اليوم فما أطراف تتحدث على أنه أذن يمكن الاتحاد المنظمة النقابية الشغلة التونسية ما تطورتش ولكن فما قراءة أخرى تقول لك ربما مشيت ياسر في الاهتمام بالسياسي وما نقولش أهملت ولكن فما جزء من الجانب الاجتماعي وهكا كأنه تغضى عليه الاتحاد مثلا اليوم يتسألوا أين الاتحاد مثلا من الأزمة يعيشها قطاع الأدوى ويعيشها قطاع الصحة اليوم المستشفيات تستغيث نحن تحطوا على الصحة وتحطوا على الأدوى وتحطوا على الحضار وتحطوا على الحدود وتحطوا على أمل وتحطوا على إرهاب وتحطوا على حليب وتحطوا على الماء وتحطوا على الضوء وتحطوا على السكر حديد وتحطوا على النقل بحر وبحر نجول هذا كل ينتبه فيه بكل دقة وتحطوا على الطربي وتحطوا على سبيترات وتحطوا على كل مسائل والمشعب التونسي والمناسبة الوحيدة في العالم اللي هي التلازم بين الوطني والشماعي مش موجود في اي نقابة في العالم باعتبار النقابات الاخرى في العالم اغضبتها نقابات تنتمي الى حزاب او اوجات من رحم هزب النقابة الوحيدة اللي هي مستقلة ما تنتميش حتى الحزب وباش تبقى ما تنتميش حتى الحزب وقوطها اذا ما تنتميش حتى الحزب هي الانتحاد العامة للشغل وغلافت في تولس اذا كان الانتحاد العامة للشغل اهتم بأنه هو اجتماعي يقول تحقي فيه سياتك يقوله هو الاتحاد يعطل إذا كان الاتحاد يتهم بالعمل السياسي يقوله هو الاتحاد يتهم بالسياسة أرجو من كل الناس وهم خلال إذا عسكم أن تتهم وطن الاتحاد وعنده دوره وطني وعنده دور الاتحاد يقوم به ما يجب حتى حد الوزي كيفاش الاتحاد يشتغل وكيفاش الاتحاد يتحرر ولكن المساة الوطنية هي في الأولى سورس أولا والمسائل الاتحاد يجيب بعد هذا هو كيفاش يفهموه الاتحاد وجوه نقولها من الإذاعتكم أنت من الناس التي تستمع والناس التي توقف في الاتحاد أرجو منهم وبكل لطف باش يعودوا يقروا التريق والجغرافية المليح باش يفهموا ما هو الاتحاد على ذكر الدور الوطني سيبو علي لمباركي بعد ربما التعليق للمفاوضات في إطار وثيقة كارتاج 2 وجدال بخصوص الاتفاق والتوافق على النقطة 64 البلوكاجة ذاكة شفنا بعد الاتحاد يمسك بزمام الأمور وكأنه يطلق مبادرة شفناك اللقاءات اللي جمعتكم مناعمين مساعدين بواء الأمين العام نوردين طبوبي بممثلين عن المجتمع المدني الرابطة المحامين وغيره أيضا الأحزاب السياسية ولكن أتحدث أتحدث وين وصلت سيبو علي وين وصلت المفاوضات هيك حتى قبل كان دول الاتحاد قايم ولولا الاتحاد مش هذا معناها التباهي أو تعالي ولولا الاتحاد يمكن كانت 14 جامبي ما تقفش الثورة عند 14 جامبي يمكن أن يتوسط ما بعد 14 جامبي والله وعلا مش هي النتائج بشكون ولكن الاتحاد دوله كان مهم ومهم جدا باعتباره دوله في الجهات الكلة كان يقوم بهذا التعطيل تلك التحركات ووصلت إلى موسط إليه ولولا التحرك في الساقص ولولا إضراب القرية في اليوم 14 جامبي ممكن كانت نتائج ما تكون شكاكا نعم عدل العسلات 2016 وقت أصفحت أزمة سياسية كبيرة وأزمة سياسية خارقة وأصفحت بين الشعب الواحد في الوطن الواحد أسلاك شيكة بنجم هذا يتعدل هذا تدخل الاتحاد من مرتلق ومسؤوليات الوطنية ولم كل الأطياط وكل الطبقات السياسية وكل الأحزاب في طالة واحدة اللي ما كنوش يسلم على بعضهم وبإخراج توسي وبإشراف توسي وفي عاصمة توسية بدون تدخل أجنبي بلال على أسها جئيس نوبلسية ومش سهلة أول نقابة في العالم تتوصل إلى هكذا حل سلمي في بلاد عم يدون مرور إلى حرب أهلية أو انزلاق مثلا نوقع بعض أكتر من أخر هذا دول الاتحاد بالوطن هذا بشعر في الشعب التوليسي ويشبك صعر في حاجة هو الشعب التوليسي في وجدانه في عقله في قلبه هو الاتحاد العام التوليسي شغل الجهة الوحيدة حتى ومن بعض الأحيان يترشش أو تغيز ومنه حاجة يرجع الاتحاد لو تتعدى تول تجي تشوف هناك البطحة في عام العام تجدوا كل أطريف اللي هو يشكي على فرماسي والعدواء والعلماء والحضار هذا ما شكك ليش فيه سيبوا علي لكن أنا السؤال سيبوا علي وهذا كهو الدولة وحتى حد حتى حد مثلا ما قال محمد عبد والراحمه هاكي طريقنا مستيبتين ومشي فيه كاره الحسان أو الجمل سيبوا علي حتى حد بنشكك في دور الاتحاد ما هو قاتل بالحسان أو الجمل سيبوا علي حتى حد بنشكك في دور الاتحاد ولكن معناها مهم جدا أن يبقى ويف Fair وكل الناس وبشف في اي اه مكان نوقعة. طيب. انا 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 السؤال. اين هم? اين نظام السابق والاسبق والاستعمار اللي عملوا ما عملوا في الاتحاد الشغل. واينما بعد 14 عام اللي عملوا ما عملوا في الاتحاد الشغل. الاتحاد ناشي. شرك فريق ويمشي. والناس اللقاء نعتبرها كلها معناها طفليات. طنهار معا اه كل يوم سمشي فيه. اه سؤالي سيبو علي بالعودة الى اللقاءات اللي صارت. وين وصلت? لانه على اه على معناها اه فيما يخص وثيقة كالتاج الثنين. ما فهم اش نتيجة. شفنا حتى الاجتماع الاخير. فيما يخص اللقاءات اذيكة. ثمرتها قريب تظهر مثلا الخروج من الازمة اللي تعيشها البلاد قريبة. فما بويدر انفراج ازمة? انا قلتك تم اطفالياتي قم بها الاخرام العام مع عدد اه شخصيات وطنية واعزاب سياسية ومرظمات وطنية. قم بها الاخرام العام والمكتب التنفيذي. اه وتعرف انه تود هذا فترة متاع اطل وفترة التعصيف وفترة متاع اه يعني الحراكة السياسية يعرف نوع من الهدوء. اه هذا الولادة ما زادت ما زادت الامور متوسطة وان شاء الله رب يوصلنا باش نخجوا من ازمة. شعر. اه سواء كما كنت نحنك في البداية سواء بالطرافة والتفاهمات والاتفاقات او بالمرور بالاليات الدستورية اللي يقرها الدستور. شكرا لكم استاذ باعلي المباركة من العمل مساعد للاتحاد العام التونسية للشغل. نسنة والصيف يتعدى? نسنة والسبتومبر كما قال عمار عمرو سيا. نسنة والسبتومبر. نسكلت السنة في سبتومبر. نسنة في الصيفة في الخلاعة بش تروح. احنا ما عطرناش. ما عطرناش ما تكونش مش داري على روح والنس تحكي عالي كونش هيك. نسنة والسبتومبر. هي روحوا من الخلاعة. يا خصيتو تليك تكنيك شا هي طيبة دم ع شاء الله.